اشتركوا في القناة اعلى شوية بعدنا بدأ المذاكرة من اول السنة وده هيلاقي فيه سهولة في عملية المراجعة لان المعلومة اصلا وصلها او متضرب عليها كلها يحتاجها عملية التأكيد او مجرد مذاكرة الاجزاء البسيطة اللي كان واجد فيها صعوبة البعض الاخر بيجي فترة الامتحانات ويبدأ يعمل معسكر مذاكرة ويدخل قط ويقفل عليه بست ساعات بيذاكر في الاخر بيلاقي انه بتصطف بعض المشكلات اولا بتصطف اجزاء في المنهج صعبة الفهم علي بعضنا عنده الملكة بانه يقدر يحفظ لو المنهج عندي فيه حاجات عايزة تتحفظ بعضنا ما بيحبش المسائل مثلا او ما بيعرفش يحل المسألة بعض مننا كمان ودي شكوة بتبقى عامة في كل المواد ان انا ممكن لما يكون عندي مذاكرة وامسك الكتاب بيجبس علي النوم ولو قمت وسبت الكتاب وروحت في اي حد تانية النوم بيروح خارس كمان بعضنا بيشتكي انه ممكن يفدل يذاكر طول الليل في معلومات ويزبح الصبح يقول انا نسيت كل اللي انا ذكرته ما فيش حاجة بتتنسي مخك بيحتفظ بيه المعلومات اللي انت بتذاكرها ولكن مخك بيحتفظ بيها في الاول في جزء بسميه الزاكرة المؤقتة يعني كبيرها لغاية الصبح تاني يوم ممكن تطير لازم اربط المعلومة دي في دماغي علشان اقدر احلي بها الاسئلة يصدفني كمان مشكلة تانية قراءتي للسؤال قد يكون قراءتي للسؤال بصورة يعني متعجلة افهم منه اي اي اجابة بطريقة غلط ولما اخرج اقول اي انا كنت عارف الاجابة التانية بس ما تفهمتش ان السؤال طالدة طيب النهاردة اسمحوا لي قبل ما نبدأ المراجعة احنا خلال المراجعات السابقة تناولنا اجزاء المنهج بتاعتنا اخدنا الرموز اخدنا المعادلات اخدنا معادلات الابعاد وعرفنا ازاي بقدر احفظها لو انت ما كنتش متابع معنا المراجعات اللي قبل كده والحلائقات اللي قبل كده من فضلك ارجع على اليوتيوب الخاص بالقناة واسمعنا مراتا طيب بالنسبة لي انا حفظت حاجات وبعد كده جيت في الامتحان اطبقها وجدت صعوبة في السؤال القدام مني هو ده اللي احنا هنتناول النهاردة هنتناول الاسئلة اللي بيحصل فيها تداخل في فهمك لها كمان هنتناول المسائل اللي فيها افكار لان الامتحاد قد يحتوي على مسألة مباشرة ويبقى كده انا حضل معطيات هتحط قانون وهعوض وقد يكون المسألة تحتوي على فكرة محتاجة ان انا افهمها كل الحاجات دي هنتمحها النهاردة في حلقة النهاردة ولكن اسمحوا لي يعني اخذ الدقائق الاولى من حلقة النهاردة في ان احنا نستعرض المشكلات اللي احنا قلنا عليها ازاي نقدر نحلها هي لها حل ايوة لها حل كل اللي بيحصل ان حضرتك بي تسلك سلوك خاطئ وهذا سلوك الخاطئ هو اللي بيوصلك لكل النتائج دي وصلك انك يجبس عليك النوم يوصلك ان المعلومة بتطير من دماغك يوصلك ان انا اجد صعوبة واقول انا مش فاهم المادة يلا بينا نبدأ رحلتنا النهاردة في المراجعة ونبدأها به هذه النصائح اللي دايما بحب اكد عليها لابنائي وبناتي الطلبة في فترة الامتحان هذه المعلومات ممكن اتعامل معها مع مادة الفيزيو ويجيب معايا نتيجة كويسة جدا وكمان ممكن اطبقها في بقية طريقتي للمذاكرة بصرف النظر عن المادة اللي حدتك بتذاكرها يلا بينا نبدأ مع بعضينا المراجعة بتاعة مادة الفيزياء فيزياء الصف الاول المراجعة بتاعتي هنبدأها باننا نقول المشاكل اللي عندي انا دلوقتي لازم اذاكر اكتر من مادة في اليوم لان مذاكرتي للمادة الوحدة لفترة طويلة ممكن تؤدي الى تدخل المعلومات لنفس المادة لكن لما بطلع فاصل كده واذاكر مادة تانية وارجع للمادة الاولانية بانا عملت فاصل في المذاكرة كمان انا مفروض ان انا احدد وقت للمذاكرة المخ بيفرز مادة بتساعد على عملية الحفظ بتكون في اوجهها من الساعة خمسة صباحة لغاية الساعة عشرة وكذلك من الخمسة المغرب لغاية الساعة عشر مساء عشر ساعات في اليوم حدد لنفسك ساعة او اتنين تذاكر فيهم في هذه الفترة طيب كمان انا عايز اذاكر بفن افن الاستذكار اختصر المعلومات اربط بين الكلمة ومسلا التعريف بين القانون وبين الرمز الترمي التاني ان شاء الله هيكون عندنا قوانين هنسميها اسماء ونذاكرها مع بعضينا ونشوف قد ايه ممكن يكون فيه فن في عملية الاستذكار ويتساعدني على ان انا احفظ كمان لازم اتعلم المعلومة بطرق مختلفة ممكن اشوف الدرس على القناة على اليوتيوب هنا مسلا ممكن ارجع اذاكره من الكتاب ممكن اطلع امتحانات اراجع عليها وبالتالي دوت هيسبت للمعلومة نشوف الفكرة اللي بعد كده تعدد المهام بيجعلك مشتت احط تليفون جنبي الواطس عمال يبعت لي رسائل بيصفر اسيب المذاكرة وبص على الواطس اه اخد بريك واطلع امسك الفيس بتاعي وبص عليها وبص بص كده وارجع للمذاكرة وده بيجعل بيجعلك متشتت وبيضيع المعلومات منفضلك النص ساعة اللي هتذكر فيها اقفل الموبايل عشان خاطر تركز افهم لازم المحاجة اللي انت بتذكرها تفهمها ولو فيها صعوبة الفهم بتاعي هيخليني اقدر احفظها كويس زي ايه انا عندي تعريف المتر السنة دي تعريف المتر عبارة عن 3 سطور بيقول ايه هو طول يساوي جزء من 10 مليون جزء من المسافة بين القطب الشمالي وخط الاستواء على امتداد خط الطول المار بمدينة تريس بعضنا قد يجد صعوبة في حفظ هذا التعريف لكن انت لو فهمته هتلاقي ان الدنيا سهلة افهمه ازاي حاجة بسيطة انت دلوقتي بتقول ان انا عندي الكرة الارضية وعندي حاجة اسمها خط الاستواء وفيه خط الاستواء دوت فيه كمان عندي خطوط موجودة بالطول اسمها خط الطول خط الطول دوت عندي واصل بين مين ومين بين خط الاستواء وبين القطب الشمالي شايفين الرسمة دي؟ من خلال الرسمة انا ممكن اقول التعريف التلت سطور من غير مكون بأضطر ان انا احفظها يعني بقول هو جزء من عشرة مليون جزء على امتداد خط الطول اللي هو مين خط الطول اللي هو ده المار بمدينة تريس واللي واصل بين مين بين خط الاستواء والقطب الشمالي يبقى المتر هو جزء من عشرة مليون جزء على امتداد خط الطول الواصل بين خط الاستواء والقطب الشمالي والمار بمدينة تريس كمان يا ولاد العقل السليم في الجسم السليم المقولة دي تندرج علينا وإحنا بنذاكر اهتم بالتغذية بتاعتك اهتم بالتغذية بتاعت المخ هل فيه أكلات ممكن تخليني تساعدني على التركيز دي أنا بشرب نسكافية وقهوة وبيكبس على النوم زيادة نسبة القفايين في الجسم ممكن تؤدي إلى العكس يعني تخليك تمام بلاش نسكافية بلاش قهوة اهتم بالتغذية فيه أغذية للمخ زي صفار البيت زي الدواجن اه لو انت مش متوفرة فيه عندك اللب الأبيض البروكلي العسل كل دي حاجات بتساعدنا على بتساعد نوخ على التركيز كمان اطلع اخد فاصل انا عندي امتحان واسيب المذاكرة واقوم ايوة الفاصل ده بيخليك ترجع للمذاكرة بصورة اه احسن وافضل من اه قبل كده نشوف المعلومة دي هقرب صوت عين طب انا صوتي هيوجعني ممكن اكتفي برؤوس الموضوعات بصوت عالي عشان بس ما اسرحش عشان انبه نفسي وانا بقرأ بقرأ المعلومة بعناية وداني كمان بتسمحها وانا بقرأها كمان كده بركز فيها بصورة اكبر حتى لو رؤوس المواضيع وكمان المفروض ان انا من فترة للتانية اختبر نفسي يعني اسمع احل امتحانات دي بتثبتلي المعلومة بصورة اكبر اختبر نفسي واشوف انا حفزت فعلا للمعلومة دية لو ما حفزتهاش ارجع اذاكرها مرة تانية كمان وانت مرهق وتعبان اكيد عمرك لو عدت ست ساعت تذاكر مش هتطلع بمعلومة يبقى طلوعي للفاصل ده بيجدد من النشاط بتاعي بس لازم الفاصل ده ما يزيدش عن تلت ساعة ومبلاش وسائل التواصل الاجتماعي في خلال تلت ساعة دي ريح دماغك تشتت المهام انا قاعد بذاكر ده انا بذاكر العربي لا ده انا فاضلي الانجلش ما زاكرتوش لا ده انا عندي مادة في التخصص ما عملتاش ده بيشت الدماغك ركز اعمل جدول هيساعدك على انك انا هزاكر النص ساعة دي كزا النص ساعة اللي بعدها كزا كده انتهى القمر ما زاكرش والتلفزيون مفتوح جنبي ما زاكرش في قطة الصفرة ممكن ابقى عامل الابجورة عشان خطر اجهز المكان للمذاكرة وعندي ترابيزة ولكن انا مخي شارد فمهما هقرأ او مهما هزاكر هطلع بزيرو معلومات يبقى التهيئة بتاعت الجو كله لكن انا في حاجة شغلة دماغي هتخليني في الاخر اللي انا بذاكره عمري ما هركز فيه كمان تعليم المعلومة لو انت شرحت لزميلك المعلومة انتو الاتنين هتستفادوا انت هتستفاد وشرحك لها هيثبت المعلومة في دماغك بصورة اكبر وزميلك هيستفيد بس ما ترغوش مع بعض ممكن انا اه اقول الكلام ده لاي صورة قدام مني الكرسي لاي حاجة كوني ان انا بشرح حتى كده ده بيثبت لي المعلومة كويس جدا جرب وهتلاقي النتيجة كويسة وما تنساش ان انا بقى كل ما انجز نقطة من الجدوى البتاعي اكافئ نفسي بس اكافئ نفسي ازاي بقى اي حاجة انا بحبها هقوم مسلا خلصت المذاكرة النهاردة بدري ممكن اتفرج على التلفزيون بعد المذاكرة اه هروح اخرج في اي حتة الترمي الاولاني عندنا يا ولاد احنا خدنا فيه عدة موضوعات اتكلمنا عليها ورجعناها ايه هي الحركة قوانين يوتن للحركة قانون الجذب العام والطاقة احنا اتكلمنا المراجعات اللي فاتت على الحركة على قوانين يوتن واخدناها وحلينا عليها مسائل كمان خدنا نص القانون النهاردة هنتكلم على قانون الجذب العام والمسائل بتاعته والحركة الدائرية خلونا نبدأ المراجعة ايه يقول لي بقى ما المقصود بعلم الفيزياء هنا انا عايز تعريف علم الفيزياء المقصود بعلم الفيزياء هو العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية المتعلقة بالجسيمات والاموات ده التعريف بتاع العلم يبقى ما المقصود بعلم الفيزياء يعني عايز طالب منك التعريف طب لو قال لك ايه هو دور علم الفيزياء اه هنا ده بقى مش التعريف دور علم الفيزياء انه هو بيعمل ايه بيصنع النمازج زي ايه زي يا ولاد عندي الالكترونات مثلا يهتم ببناء النمازج الفيزيقية المختلفة ولا يتعجز الحواس عن تصورها لصغر حجمها كالزر والالكترونات او لضخمتها كالنجوم يبقى الدور اللي بيقوم بعلم الفيزياء انه بيبني للنمازج يوضح لي كده نموذج للزر عشان انا مش قادر اشوفها عشان هي صغيرة او نموذج ليه الكواكب عشان هم حجمهم كبير ومش هقدر ان انا استوى يبقى الدور غير علم الفيزياء نفسه كمان يجي لي يقول لي سؤال ما اهمية علم الفيزياء كنشاط ابداعي ده الاهمية غير الدور غير تعريف علم الفيزياء طب ايه اهمية علم الفيزياء اول حاجة انها بتساعد على فهم وتفسير الظواهر الطبيعية وده بيشكل جزء من حضرتنا وصخفتنا بفهم الدنيا حوالي درجة حرارة ترتفع اه احتباس حراري بتفسر لي الظواهر كمان بتساعدني على فهم ما يظهر لنا في وسائل الاعلام عن الاسلحة النووية واشاعات الليزر اقدر اسمع النشرة واقدر اعرف هي بتقول ايه يبقى تعريف علم الفيزياء غير دور علم الفيزياء غير أهمية علم الفيزياء الرموز صدفتنا كتير جدا السنة دي في منهجنا الرموز زي إيه السرعة السرعة حرفها V الرمز بتاعة V وقلنا إن الكلام ده عشان خاطر الكلمة بتاعتها السرعة فلوسي فبقول عليها V طيب العجلة إيه يبقى إذن لما يجي يقول لك مسألة ويقول لك سرعة جسم يبقى أنت عارف أن يديه ويتكلم على V العجلة التي يتحرك بها الجسم يبقى ديك الـ A كمان عندي القوة F القتلة M وآه المسافة دي كل الحاجات دي كل الرموز دي بتساعدني على أني أقدر أطلع معطيات المسألة لكن خدوا بالك يا أولاد أنا عندي السرعة اللي ابتدائية V نود أنا خلاص عرفت أن الـ V يعني سرعة لكن أنا عندي عدة سرعات عدة حاجة عدة رموز بتحمل رمز الـ V السرعة اللي ابتدائية V نود السرعة النهائية VF لو أنا بتكلم على جسمين هيقول لي سرعة الجسم الأول يبقى هنا عايز V1 طب وسرعة الجسم التاني V2 يبقى أنا الكلام بتاعي لما ترجمه هقدر أوصل لي الرمز كلهم سرعات لكن أنا عندي دي V نود يعني السرعة اللي بيبدأ بها الجسم VF السرعة اللي بينتهي بها الجسم وهنا نفس الجسم يا أولاد يعني ابتدى بسرعة وانتهى بسرعة لكن سرعة الجسم الأول وسرعة الجسم التاني معناها أن أنا بتكلم عن جسمين مختلفين واحد لي سرعة والتاني سرعته مختلفة ما لهمش أي علاقة ببعض مش نفس الجسم سيارة مثلاً وأوتوبيس كل واحد ليه سرعته لكن V نود و VF معناها أن مثلاً السيارة تحركت في البداية بسرعة كذا ونفس السيارة انتهت بسرعة كذا يبقى أنا دلوقتي رموز بتاعتي دي أقدر أطلع بيها البيانات أو معطيات بتوع المسألة بسهولة كمان عندي القوة F لكن كمان عندي حاجة اسمها القوة المركزية حلاقيها F وجنبها تحت كده حرف A حرف C العجلة A لكن العجلة المركزية F A وجنبها حرف C يعني السنتر A C و F C دي المقصود بها القوة المركزية والعجلة المركزية قوانين دول غير قوانين دول يعني قانون القوة غير قانون العجلة المركزية قانون العجلة غير قانون العجلة المركزية يبقى أعرف هو مديني رمز A أعرف أطلع الرمز بتاعه وفي نفس الوقت أقدر أن أنا أحدد القانون القوة F القوة المركزية F C العجلة A والعجلة المركزية A C تعالوا نشوف كده نطبق الكلام اللي احنا قلناه تتحرك سيارة بسرعة قدرها 30 متر لكل سن وخلال 5 ثواني اصبحت السرعة 10 متر لكل سن احسب عجلة الحركة والمساحة المقطوعة في الثانية الثالثة احنا تناولنا في المراجعات اللي فاتت ان انا احلت على القانون دوت وكان تعويض مباشر لكن انا دلوقتي طالب مني حاجتين وفي نفس الوقت انا عايز افهم يعني ايه مسافة مقطوعة في الثانية الثالثة ليه حدد لي ثانية ثالثة وازاي اقدر احسب المسافة اللي بتتحركها الجسم خلال الثانية معينة تعالوا في الاول نبص كده تتحرك سيارة بسرعة قدرها 30 متر لكل سن اذا ده السرعة اللي ابتدى بيها اللي احنا قلناه اسمها ايه خلال خمس ثواني بقى هنا اداني ايه اداني الوقت الوقت يعني الرمز بتاعه ت اصبحت السرعة عشرة متر لكل سن يبقى السرعة بتاعتي حصل لها ايه السرعة النهائية بتاعتي بقت عشرة متر لكل سن يعني الراجل ده ماشي ايه السرعة بتاعته بتقل هو عايز يعرف العجلة اللي بتتحرك بيها دي سهلة يعني عايز الايه طيب التانية بقى المسافة المقطوعة في الثانية الثالثة ايوة ما العربية دلوقتي دي بتقل سرعتها هو عايز يعرف لما خلص السنية الثانية وصل للثانية الثالثة كان سرعته قد ايه طب تعالوا نبصي كده نفهمها انا معايا سيارة السيارة دي لها سرعة ابتدائية اسمها في نوت السيارة دي حتمشي وتروح لغاية في السنية الثانية اصبحت عندي دي السنية الثانية بقت عندها سرعة اسمها في بي اف لان السيارة لما وصلت في السرعة الثانية سرعتها قلت الفي اف اللي وصلت لها السيارة في السرعة في السنية الثانية هي دي بالنسبة لي هتبقى الفي نوت بتاعة ايه بتاعة السرعة يعني هحسب السرعة بتاعتي عند السنية الثانية وصلت لكام ويبقى كده دي انا عندي الفي نوت اللي ابتدت بيها الفي اف اللي هتنتهي بيها في السنية الثانية وهعتبر ان الفي اف اللي انتهت بيها في الثانية التانية هي تعتبر الفي نود بتاعة الثانية التالتة بالراحة كده يعني انا هعمل دلوقتي كم خطوة هعمل خطوة اولينية عشان اجيب العجلة العجلة انا عندي في نود وعندي في اف وعندي الزمن بتاعي هقدر اجيب العجلة بالتعويض طيب بعد ما رحت الثانية التانية المطلوب التاني بيقول لك انا عايز اعرف المسافة اللي اطاحها يبقى طالب دي اطاحها لما ماشي من الثانية التانية للثانية التالت هعتبر بقى هنا الدي هي المطلوبة وهعتبر ان الفي نود بتاعتي اللي هيبدأ يتحرك فيها في الثانية التانية هي عبارة عن ايه عن في اف اللي انتهى بيها السرعة اللي عدى بيها على الثانية التانية طيب تعالوا نطبق الكلام ده الاول هقول في اف بتساوي في نود زائد اي تي دي احد معدلات الحركة وانا عندي في اف وعندي في نود وعندي تي ونقصني الايه? نقص الايه? اعوض هي الايه بتساوي ايه? بي اف نقص في نود على تي. جبتي القانون ده منين? القانون ده لو عملنا طرفين فقصتين واجبنا الايه لوحدها? او من تعريف العجلة. المعدل الزماني للتغير في السرعة. دي تغير السرعة طرحتهم من بعض. على المعدل الزماني يعني ايه? يعني الزمن بتاعي. طيب هبدأ اعمل ايه? هبدأ اعوض. اعوض ازاي بقى? اعوض عن الفي اف بعشرة? اعوض عن الفي بتلاتين دي البيانات اللي انا بطلعها من المسألة. وعوض عن بخمسة بشتغل على الالة الحسبة. هتطلع سالب اربعة. بالسالب ايوة بالسالب لانها السرعة بتاعتي بتتنقص. فالعجلة هتبقى ايه? تنقصية. وما نساش ان انا اكتب ايه? وحدة قياس العجلة. متر الكل ثانية. تربيع. ازا انا جبت العجلة اللي بيتحرك بيها الجسم اللي هي ايه? سالب اربعة. يبقى ازا هنا دلوقتي. حاجة بقى احسب بقى السرعة بتاعتي انا في الثانية. ازي نوت بتاعتي كانت بتلاتين. والعجلة اللي كنت بتحرك بيها سالب اربعة. والزمن اه بتاعي اه اتنين. هتشتغل برضو على الالة الحسبة هتطلع اتنين وعشرين متر لكل ثانية. دي مين بقى? دي السرعة النهائية للجسم لما يوصل للثانية التانية. اللي انا هاعتبرها ايه يا ولاد? اللي انا هاعتبرها سرعة ابتدائية اللي هيتحرك بيها الجسم. من التانية للتالت. تعالوا بقى نروح نشوف كده. حاجة يجيب القانون اللي فيه دي. ودي احد الحاجات اللي احنا قلناها. لو قانون لو بطالب مني مسافة او معطيني مسافة ما ينفعش اشتغل في المعادلة اللي كنا شغلين عليها دلوقتي. ليه? عشان ما هي لا تحتوي على اه حرف الدي او ما تحتويش على المسافة. هجيب الدي بقول ان السرعة الابتدائية اللي هيبدأ يتحرك بها الجسم من الثانية التانية اللي انا لسه جايبها دلوقتي اتنين وعشرين. والزمن بتاعي ثانية اللي هي من اتنين لتلاتة pertoة حيتحرك لمدة ثانية واحدة عشان يقطع الزمن اللي هو من الثانية الثانية للثانية التالتين هيبقى هو تحرك في خلال ايه? ثانية واحدة. قدي نص فيه انا جايي بالعجلة اللي بيتحرك بها العجلة التنقصية اللي هي سالب اربعة. والزمن بتاعي تربيع اللي هو واحد تربيع هيتطلع ببحدة. كده هيطلع اتنين وعشرين ناقص اتنين هيطلع عشرين متر يبقى اذا الجسم خلال الثانية الثالثة قطع مسافة قدرها ايه قدرها عشرين متر تعالوا نسبنا من المسال بقى ونشوف ايه انواع الحركة احنا درسنا السنة دي انواع الحركة واخدنا الحركة الانتقالية والحركة الدورية الحركة الانتقالية تعريفة بيقول ايه حركة في خط مستقيم لها نقطة بداية ونهاية يعني حضرتك ماسك ورقة في ايدك حتى تقذفها للبسكت هنا لها نقطة بداية اللي هي ايدك ونقطة نهاية اللي هي البسكت الحركة الدورية لا الحركة الدورية هي حركة بتكرر نفسها على فترات زمنية متساوية طيب هي الحركة الدورية هي الدائرية لا مش هي الدائرية طب هي الدورانية لا مش هي الدورانية الحركة الدورية تشتمل على حركة دورانية حركة دائرية حركة اهتزازية حركة موية كل هذه الحركات اطلق عليها اسم الحركة الدورية يعني ايه حركة دورية يعني حركة بتكرر نفسها بانتظام مع الزمن تعالوا نشوف الحركة في دائرة او الجسم لما يدور في دائرة بيرجع يعيد الحركة بتاعته الحركة الدورانية الجسم اللي بيلف حوالي نفسه بيعيد الحركة مرة تانية الحركة الاتزازية زي بندول الساعة بيروخ وييجي بيقرر الحركة الحركة الموجية زي ايه زي الاطوال الموجية بتطلع وتنزل قيمة مقعان يبقى كل الاربعة دول يطلق عليهم اسم الحركة الدورية. تعالوا نشوف ممكن تجي لنا. ده علامة صحة او خطأ. طب هو المرادي مش طالب مع تصحيح الخطأ فبالتالي انا هحط العلامة بس. حركة الالكترون حول النواة تعتبر حركة انتقالية. طب تعالوا نشوف السؤال التاني كده. طبعا ده غلط. حركة الالكترون معناها ان هو ايه بيلف بيعيد مرة تانية يبقى يطلق عليها حركة ايه? حركة دورية. يبقى حركة الالكترون حول النواة تعتبر حركة انتقالية? لا. طب حركة الكواكب حول الشمس تعتبر حركة دورية? اوه. هنا بقى الحركة بتتقرر مرة تانية وبتعيد نفسها مع الزمن يبقى فعلا حركة الكواكب تعتبر ايه? تعتبر حركة دورية. الحركة الدائرية دي تنقسم الى حركة منتظمة وحركة غير منتظمة. يعني ايه حركة دائرية منتظمة? يعني سرعة الجسم المتحرك بتكون سبتة خلال المصار كله. لكن غير المتظمة سرعة الجسم المتحرك بتكون غير سبطة تعالوا بقى نشوف نوع تاني من المسائل جسم كتلته 21 كيلو جرام اذا هنا المسألة اتكلمت على كتلة يبقى القانون بتاعي لازم يكون فيه ام ما يصلحش ابدا قوانين الحركة اللي احنا كنا واخدينها لان القانون لا يحتوي على كتلة جسم كتلته 21 كيلو جرام يتحرك على محيط دائرة بسرعة منتظمة مقدرها 4 متر الكل ثانية فما مقدار العجلة المركزية والقوة الجذبة المركزية المؤسرة على الجسم اذا علمت ان نصف القطر يساوي 88 متر المسألة دي بتحمل عندي شقين لازم ناخد بنا منه اولا عدد المطلوب يا ولد هنا طالب مطلوبين ممكن سرعتي في القرية تخليني اجيب معطى واسيب التاني يبقى انا فقدت نص درجة المسألة هو طالب هنا العجلة المركزية والقوة الجذبة المركزية طالب مطلوبين كمان هو اتكلم على انه بيتحرك على محيط دائرة مقدرش انا اجيب القوة اللي هي العادية في ايه لانه واتكلم هنا على ايه على قوة جذبة مركزية في محيط دائرة بالاضافة الى ان هو هنا بدأ يستعمل معي كلمة نصف القطر طب انا هو العجلة المركزية دي قوة وسرعة ولا قوة وعجلة ولا قوة وايه من خلال القانون انا عندي نص القطر تعالوا نبصي كده على القانون عشان اجيب العجلة المركزية بداية انا عملت دلوقتي مسودة جانبية حطيت فيها كل البيانات بتاعتي اللي انا خرقتها من المسألة وعشان اوجد العجلة المركزية اول حاجة اعملها اكتب القانون لو اخفلت كتبت القانون انت يعني فقطت نصف درجة المسألة العجلة المركزية بقى قانونها بيقول لي بيقول لي ان الـ AC بتساوي V تربيع على R الفي دي السرعة وفي تربيع يعني معناها السرعة مضروبة في نفسها مرة كمان والR دي نص القطر بتاعة دايرة فانا هقول كده دلوقتي ان الـ AC بتساوي 4 تربيع ليه؟ لانه ودني السرعة ب4 هرجع عوض على نص القطر بالـ 88 واشتغل على الاحل الحسبة تلعت لي 18 من 100 متر الكل ثانية تربيع لانها برضو تعتبر عجلة يعني وحدة قياس العجلة المركزية برضو زي العجلة العادية متر الكل ثانية تربيع يبقى انا كده جبت المعطى الاولين تعالوا نشوف بقى المعطى التانية عايز القوة الجذبة المركزية اول حاجة اعمل ايه؟ اول حاجة اكتب القانون قانون القوة الجذبة المركزية بيقول لي ايه؟ FC بتساوي M في V تربيع على R الـ M دي مين؟ الكتلة الـ V السرعة الـ R نص القطر هعوض 21 ده الكتلة الـ 4 تربيع ده السرعة الـ 88 ده نص القطر تطلع 3 و 8 من 10 وحدة قياس القوة الجذبة المركزية برضو نيوتن القوة والقوة الجذبة المركزية وحدة القياس بتاعتين نيوتن طب واحدة هيقول لي لا انا مش هرجع احط تانية ربعة و 2 من 10 على 88 دي انا هحط القيمة اللي انا طلعتها ماشي اوكي انا مش انا معيك بس ربما تكون انت اخطأت في الرقم اللي خارج من المطلوب الاولاني فلما تيجي تعوض في المطلوب التاني تضيع كمان النتيجة فياريت نحط ونستعمل الاهل حزبة وراجع معادلتك على الاهل الحزبة عشان ممكن تكون حضرتك توست على اي زرار غلط وبالتالي ده بيسبب ان النتيجة تطلع لي غلط او الاهلة تقولك فيه ايرور تكون ناسي ضربية تكون ناسي ترفع القص او كمان اه الاهلة الحزبة عايزة تتراجع عليها مرتين انت نقلت نفس المعادلة اللي عندك في الكراسة الاجابة الى المعادلة بنفس الارقام عشان خاطر يطلع الناتج ويا ريت نكرر الموضوع ده مرتين عشان نتأكد من النتيجة وكمان منسيش وحدات القياس طب تعالوا نبص كده بيقول لي احسب قوة الجذب هي القوة دي هي قوة جذبة المركزية هي ولا هي قوة بتاعت نيوتن القوة العادية لا هنا قال لي كلمة الجذب وكمان عشان نبقى عارفين بيديك في المعطيات ثابت الجذب العام يبقى ما ينفعش اشتغل بالقانون اللي اللي لقد شغل بيه انا دلوقتي ثابت الجذب العام ده انا هحفظه لا انا مش هحفظه السوابت لا تحفظ لكن هيداه لك في معطيات المسألة احسب قوة الجذب بين كراتين كتلتي هما عشر كيلو جرام وعشرين كيلو جرام والمسافة بين مركزي هما خمسين سانتي اداني المسافة بالسانتي طب ايه المشكلة لأ انا طالما استخدمت هنا وحدة القياس بالكيلو جرام دي اسمال وحدة الدولية فاكرينها احنا واخدينها في الدرس الاولاني الوحدة الدولية الكتلة بتقاس بالكيلو جرام والمسافة وقتها بتقاس بايه بتقاس بالمتر طب انا عايز احول المتر السنتيمتر ده المتر عندك طريقتين رياضياتين يا اما اقسم عالمية وده تمام يا اما اضرف عشرة استسالة باتنين كلا الايجابتين صح اه رياضيا وبالتالي مقبول ان انا اعوض في المسألة يبقى انا دلوقتي عايز احصل قوة الجذب بين كرتين كتلة الاولاني اللي هي الام الاولانية بعشرة الام التانية بعشرين المسافة بتاعتي اللي هي بخمسين المسافة دي بين بينهما ممكن تبقى عبارة عن المسافة اللي هو بين مركزي اه القطر بتاحهم واديني سابت الجذب العين اول حاجة اعمل ايه اطلع بياناتي ام واحد بعشرين ام اتنين بعشرة ونص القطر بتاعي اللي هو المسافة بين صفير القطر خمسين سنتيو وي الجي عجلة سوري اه جي دي سابت الجذب العين حكت بالقانون بتاعي ادي قانون الجذب العين بيقول لي اف بتساوي جي ام واحد ام اتنين على ار تربيع ما فيش هنا بقى ولا اف في السي ولا حاجة ولا في ام في ايه عشان خاطر هو الدني في المسألة ايه الدني الجي لو ما فيش جي وما قال ليه سابت الجذب العين يبقى انا ممكن هشتغل على اي قوة تاني الدني سابت الجذب العين مش هينفع اعوض في اي قانون غير ده مديني كتلتين مديني المسافة بين مركزي المركزين بتاعهم يعني نص قطرهم هما الاتنين ومديني سابت الجذب العين انا لغاية كده انا عملت اللي علي طلعت المعطيات وخطيت القانون الخطوات اللي بعد كده سهلة كل اللي هعمله ايه هشيل الرمز وحط قيمته اهو انا عوضت عن سابت الجذب العين بالقيمة اللي هم الدهاني ستة بوينت سبعة وستين في عشرة السالب حدوشر وفيه ما نساش الفيديو ياولاد دي بتطلع لي ارور على الالة جرب كده لو انت كتبت وروحت حاطة الكسر الالة هتقولك في ارور هتلاقي نفسك ناسي حرف ضرب ده طب ممكن احط سابت الجذب العين معهم اه هو مضروب مع الفوق يعني اشد شرطة الكسر دي واضرب كل اللي فوق واسمه مع اللي تحت شغل طيب انا هنا الخمسين اه اسمتها على المية فطلعت خمسة من عشرة ورفعتها القسي التربيع علشان القانون بيربع لي ايه بيربع لي نصف القطر اشتغلت على الالة الحزبة طلع لي ايا يا كل الرقم اللي موجود اه بعض الطلبة كانوا بيكتبوا لي الرقم ده ويسيبوا ده يقولك ما هو ده الرقم الناتج لا ياولاد الرقم كله على بعضه ده النتج المطلوب منك يعني عشرة السالب تمانية لتخفلها ده معناها ان الرقم اللي حضرتك طلعته ده مقسوم على واحد وقدام منه تمنت صفار مش بالهائين ان انا سيب ده دي قيمة يعني معناها ان الرقم ده اصغر من كده لو انا قسمته فعشرة السالب تمانية دي جزء من الحل الناس اللي بتكتب لي الجزء ده وتقولك ده ملوش لازمة وطبعا انا بجيب قوة بواحدة القياس بالايه بالنيوت اسكر اسم المفهوم العلمي كمية فزيقية تقدر بحاصل ضرب كتلة الجسم وسرعته اللحظية الكتلة في السرعة ده قانون ايه ده قانون كمية التحرك طب هو ممكن يجي لي تعريف كده او مفهوم علمي تمام وانا هعرفه لان ده كتلة في السرعة والحاجة الوحيدة عندي او القانون الوحيد او الكمية الوحيدة اللي حصل ضرب الكتلة في السرعة هي كمية التحرك الجول الجول هو الشغل الذي تبزله قوة مقدرها واحد نيوتن لتحرك جسم مسافة واحد متر في نفس اتجاه خط عمل القوة طيب برضو ده تعريف طويل وهتلغبط فيه اقولك هنا ايه افهم هو بيتكلم على ايه على الجول اللي هو واحدة قياس مين الشغل طب الشغل ده عبارة عن حصل ضرب ايه القوة في المسافة طب واحدة قياس القوة ايه ميوتن واحدة قياس المسافة متر يبقى انا كده دلوقتي هقول كده بص من القانون الجول ده هو ايه واحدة قياس مين الشغل الشغل ده بتبزله مين قوة اللي هي مين اللي هي الاف مقدرها قد ايه واحد ميوتن لما بتبزله بتبزله على ايه بتبزله على جسم فالجسم ده يتحرك مسافة المسافة هي ايه هي دي ودي وحدة قياسة ايه وحدة قياسة المتر يبقى بيتحرك مسافة قدرها واحد متر يبقى الجول هو وحدة قياس الشغل التي تبزله قوة مقدرها واحد نيوتن عشان تحرق جسم مسافة واحد متر وهنا في نفس اتجاه خط عمل القوة عشان كده لازم هنا من احد شروط بزل الشغل ان الازاحة او المسافة اللي بيقطعها الجسم بيكون في اتجاه عمل الايه عمل القوة طيب لو ما كاناش في اتجاه عمل القوة لا يبقى هنا دي كده هزي القوة لا تبزل شغل لو كانت عمودية يبقى صفر لو كانت بزاوية تبقى اه هيبقى لها حسابتين طيب ده علامة صحة او غلط يلا لو لاجي كده حبيبي كده في كده اه سؤال قدام مننا يلا نفكر هو جاوب الواحدة اول واحدة ماشي النظام الجاوس هو الصنتيو والجرام والسانية ايوة طب اما اه نظام المتري لأ نظام المتري بيبقى متر وكيلو جرام وبرده في السانية طيب تستخدم وحدة الامبير لقياس قوة الاستضاءة اه احنا ممكن للسرعة كده نقول اه ما امبير يعني كهرباء وفي اضاءة يبقى ليه معلقة لا الامبير ده قياس وحدة ايه شدة الطيار لكن القوة الاستضاءة بالاي؟ بالقنديلة يبقى هنا الاجابة هنا ايه؟ خاطئة. معادلة ابعاد القوة ml t salve 2 هنا لازمة يكون حضرتك مراجع الست معادلات ابعاد اللي موجودة عندنا في المنهج علشان الخاطرة تقدر تحدد ازا كانت دي معادلة ابعاد القوة ولا لا. طيب انا اه بتلغبط فيهم وبانسيهم. طب ما انت عارف ان القوة هي عبارة عن ايه؟ كتلة في عجلة والام دي معادلة ابعاد المين؟ الكتلة. وال ال forgotten سليب اتنين دي معادلة ابعد مين العجلة يبا هنا كتلة فعجلة في الحالة دي هقول ان النتيجة بتاعتي صح اكمل طاقة الوضع واقدر احسبها من العلاقة كلمة احسبها من العلاقة يا ولاد او يقول لك العلاقة الرياضية اه اللي هي القانون طاقة الوضع هي ايه طاقة الوضع هي الطاقة اللي بيختزنها الجسم بسبب موضعه والقانون بتاعي ام جي اتش طيب الجول واحدة قياس مين لسا ايلين دلوقتي ده واحدة قياس مين الشغل الطاقة الميكانيكية توجد عني في صورتين درسنا طاقة الوضع وكزلك طاقة الحركة طب بزيادة كتلة الجسم اللي يحصل للقصور الزاتي كتلة الجسم كل ما بتزيد كل ما بيزداد قصور الجسم طب ايه القصور الزاتي ده اصلا فكريه تعالوا نشوف كده القصور الزاتي اللي هو طبع قانون نيوتن الاول اللي كنا بنقول فيها يبقى الجسم الساكن ساكن الجسم متحرك متحركا ما لم تؤثر عليه قواته غير من حده طب كمية التحرك كمية التحرك هي كمية فيزيقية متجهة تقدر بحاصل ضرب كتلة الجسم بسرعته اللحظية بصوا يا ولاد ازاي اقدر اجيب وحدة القياس وازاي اقدر اجيب اه معادلة الابعاد كمية التحرك ام في حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته الام بتقص بايه معادلة ابعادها هي عبارة عن ان هي ام طيب والفي اخدنا لها معادلة ابعاد اللي هي ال تي سالب واحد ازان هنا معادلة ابعاد كمية التحرك هتبقوا الاتنين مضربين في بعض يا ولادي يعني هتبقى بالشكل ده كده هتبقى ام ال تي سالب واحد كل السطر ده كده كل كل الجملة دي تعتبر معادلة ابعاد آآ كمية التحرك طب ايه موضوع الوحدة القياس لها وحدات مختلفة زي ايه الكتلة بتقص بالكيلو جرام السرعة ها بالمتر لكل سانية ازا وحدة القياس تتوقع كده معايا فكر معايا اهي كتلة وآآ بالكيلو جرام وآآ متر لكل سانية يبقى وحدة القياس هتبقى ايه كيلو جرام بوينت متر كل سانية يبقى وحدة القياس بتاعتي كيلو جرام بوينت متر كل سانية يبقى من حفزي للقوانين ممكن اجيب معادلات الابعاد وكذلك ممكن اجيب ايه القياس طب اعلل اندفاع الركاب الى الخلف عند تحريك الاوتوبيس فجأة الى الامان لما الراكب بيكون واقف بيكون واخد ايه واخد حركة الاوتوبيس طب هنا الاوتوبيس هحصل له ايه اتحرك يبقى معناها ان الاوتوبيس كان ايه كان ساكن كان ساكنه بعد انه اتحرك وهو ساكن الراكب واخد ايه واخد نفس حركة السكون يبقى لما هيتحرك اقدام الراكب مالها هتفضل عايزة تحتفظ بحالتها القدم هيتحرك مع السيارة وبقية جسمه هيحاول يحافظ على حالته من حالة الايه من حالة السكون تعالوا نشوفها كده مع بعضينا انت راكب اوتوبيس الاوتوبيس كان مواقف وفدأ الاوتوبيس اتحرك رجلك هتعمل ايه رجلك واخد حركة الاوتوبيس هتتحرك للامام بينما جسمك عايز يحتفظ بحالته ويفضل في مكانه وبالتالي الحالة اللي بتظهر ان انت بترجع لايه اللي ترجع لورا ايه اللي بيحكم الموضوع ده خاصية يطلق عليها اسم خاصية القصور الزاتي تبع لقانون نيوتن الاول يبقى الاجابة بتاعتي بسبب خاصية القصور الزاتي احنا عمالين نقوله قصور الزاتي قصور الزاتي يعني ايه قصور الزاتي اصلا عرف القصور الزاتي لجسم القصور الزاتي هو خاصية احتفاظ الجسم بحالته من حيث السكون او الحركة وده واتبع لقانون نيوتن الايه تبع لقانون نيوتن الاول طب يجي لي السؤال بقى يقول لي اندفاع الركاب للامام عند توقف السيارة فجأة خد بالك هنا الركاب حصل لهم ايه اندفعوا الى الامام عشان السيارة حصلها ايه توقفت طب معنا كده ان السيارة كانت بتتحرك والركاب واغدين نفس حركة السيارة حاضرتك لما بتركب الاوتوبيس بتتحرك مع الاوتوبيس ما بتفضلش واقف في المحطة اللي انت ركبت منها انت بتتحرك مع الاوتوبيس اذا الركاب دلوقتي واغدين ايه واغدين حالة الحركة فبيتحركوا فجأة الاوتوبيس وقف الاقدام اللي ملمسة لارضية السيارة حتتوقف لانها ملمسة لسيارة اللي وقفت بقية الجسم عايز يفضل يحتفظ بحالته اللي هي حالة مين حالة الحركة وبالتالي هيندفع للامام برضو ده بسبب ايه بسبب القصور الزاتي تعالوا نشوف ادي الاوتوبيس بيتحرك لقدام حضرتك جسمك كله بيتحرك نفس الحركة وبالتالي اول ما اتقف الاقدام بقية الجسم هيندفع الى الامام يعني دي اسمها ايه الاجابة هكون ايه بسبب خاصية القصور الزاتي عايز توضحها اكتر وضح له ان الجسم لو قال لي الاوتوبيس كان بيتحرك وتوقف يبقى الركاب عايزين يحتفظوا بحالتهم من حالة الايه من حالة الحركة عارف كل من السرعة المنتظمة السرعة المنتظمة هي سرعة جسم يقطع مسافات متساوية في ازمينة متساوية طيب الناس بتطلقبط هي منتظمة ولا مش منتظمة ركز معي المنتظمة بتقول ايه بتقول بيقطع مسافات متساوية في ازمينة متساوية يعني كده سيادتك شايفين ان الراجل ده السانية الاولانية هيقطع عشرة متر السانية التانية هيقطع كمان عشرة متر السانية التالتة قطع عشرة متر في الحالة دي نفس الفترة الزمنية وقطع نفس المسافات دي اللي انا بسميها السرعة الايه السرعة المنتظمة طيب لو جي قال لي بقى اعرف السرعة غير المنتظمة اقول بقى وص جي سرعة جسمه يقطع مسافات غير متساوية في ازمنا متساوية يعني السيادة كده جيت خرقت بالعربية مسلا او ركب الاوتوبيس فالاوتوبيس كانت الدنيا اه يعني واقفة طريق واقفة فبدأ ياخد العشرة متر الاولانين او العشرين متر في اه فترة زمنية مسلا وليكن واحد ثانية بعد كده الطريق فتح فبدأت اه يقطع مسافة اكبر اه خلال نفس الفترة الزمنية تعالوا نشوفها كده الشخص دوت اهو اول ثانية قطع عشرة متر بعد كده في اه العشرة متر التانية قطعهم في خمسة شهر ثانية يعني كان الطريق واقف بعد كده العشرة متر التالتين اه قطعهم في اتنين وعشرين ثانية يبقى قطع نفس المسافة ولكن في فترات زمنية مختلفة يعني المسافة اه هتبقى متساوية في ازمنا غير ايه غير متساوية او اقول انها مسافات غير متساوية في ازمنا متساوية العبارتين فيزيقيا او علميا صحة تعالوا بقى كمان نرجع تاني انا كنا بنريح شوية من المسائل والافكارها ونبص على المسائل اللي قد يكون فيها بعض الفكرة الطفيفة بيقول لي اسقطت كرة من السكون من ارتفاع 40 متر فوق سطح الارض احسب سرعتها قبل استضامها بالارض كذلك احسب الزمن اللازم لوصلها الى الارض علما بان عجلة سقوط الحر تساوي 9.18 متر كل ثانية تربية المسألة هنا بتحتوي على عدد من المعطيات وفي كمان معطيات موجودة ضمنيا في الكلام يعني ايه يعني هو مديني 40 متر يعني مديني المسافة وكمان طالب مني مطلوبين اللي هو سرعتها قبل استضامها بالارض يعني عايز VF وطالب كمان الزمن اللي هتستغرقه عشان توصل للارض اللي هو T والداني لعجلة اللي بتتحرك بها بتتحرك بها الجسم اللي هي 9.18 لانه بيسقط تحت تأثير عجلة سقوط الحر احنا عندنا تعريف عجلة السقوط الحر بيقول ايه هي العجلة التي تتحرك بها الأجسام تحت تأثير ايه تحت تأثير جسمها فقط وفي مجال الجاذبية الأرضية طيب انا دلوقتي مطلوب مني يعني المعلومات اللي هم مديني مسافة ومديني سرعة نهائية ومديني عجلة طب فين السرعة الابتدائية نبص كده على السطر الاولين بيقول لي اسقطت كرة من السكون كلمة اسقطت من السكون يعني هي اه تحركت من نقطة صفر يعني السرعة الابتدائية بتاعتها كانت بصفر تعالوا بقى نحل المسألة انت دي عندي باربيعين الفي نوت بصفر جبتها منين لانه قال لي كلمة اه سقطت التي اللي هو الزمن العجلة الجاذبية الأرضية الجرافيتي بتاعتي تسعة وتمانية من عشرة اللي هي العجل اللي هي ايه بس عشان هي عجلة الجاذبية الأرضية بنرمز لها بالرمز جي ودي جي سمول دي غير ثابت الجاذب العين ما تلخبطش نفسك لو هتلخبط تكتبها ايه مطالب كمان في اف يبقى انا عندي مطلوبين اول حاجة عشان اوجد له الصورة في اف تربيع بتساوي في نوت تربيع زائد اتنين اي دي وليه اخترت القانون ده لان اصلا كل المطاقات بتاعتي عندي طيب الفي نوت تربيع بصفر يبقى ازا القيمة دي نفسها ايه صفر يبقى هيتبقى عندي اتنين اي دي عوضت عن الاي بالجي عشان تبقى اعرف ان الاي دي اللي هي العجلة هو بيتحرك بعجلة الجاذبية الارضية اقدر اجيب السرعة النهائية او لان انا عندي جي وعندي ادي هعوض عادي خالص الاتنين اللي موجودة في القانون الجي بتسعة وتمانية من عشرة الاربعين دي المسافة طلعت بالسبعمية اربعة وتمانين اه سبعمية اربعة وتمانين السبعمية اربعة وتمانين دول يا ولاد مش هي دي السرعة النهائية. ليه ما احنا بنجيبها هو? خد بالك انت هنا عندك ايه? بي اف تربيع. يعني دي مربع السرعة النهائية. ايه وعا توصل لغاية هنا ونقول انا حالية المسألة. دي تربيع لازمنا علشان خاطر اجيب السرعة. النهائية الوحدة هاعمل ايه? الناس بتوع الرياضة. برافو عليكم. احنا مفروض نجيب الايه? ان نجيب الجزر بتاعها. يبقى بي اف هتكون جزر الرقم او القيمة اللي عندي دي. جزر سبعمية اربعة وتمانين. هيطلع الحزبة تمانية وعشرين. واكتب السرعة بتاعتي متر لكل سنة. يبقى السرعة بتاعتي هنا دي ايه? تربية. عشان اوصل. دي لازم احط تحت الجزر. يبقى دي نقطة لازم اخد بالي منها. اوكي? طيبة وطلب مطلوب تاني. طالب الزمن. خلاص بقى الدنيا سهل. انا عندي البي اف انا لسه جايبها دلوقتي بتمانية وعشرين ايه? والفي نوت بصفر لانه اتحرك من سكون. العجلة بتاعتي اللي بتحرك بيها اللي هي الجي اللي هي تسعة وتمانية من عشرة. التي هو الزمن اللي مطلوب. اه كده دي يبقى تسعة وتمانية من عشرة تي. بتساوي تمانية وعشرين. اه هود دي الناحية التانية بعكس الاشوارة. هنا ضرب بتروح الناحية التانية السانية. هتطلع باتنين وتمانية من عشرة. وحدة قياس الزمن بالاي بالسانية. فكرة تانية. قذفت كرة الى اعلى من نقطة ما في عدد الى نفس النقطة بعد اربع سواني. من لحظة اطلاقها. احسب السرعة الابتدائية. انا لو بصت للقانون ده ده مش مجيني غير معطة واحد. ازاي انا هحل المسألة فيها قانون في اربع حدود. بص يا ولاد. قل لي كلمة ايه? غزفت. غزفت معناها ان الكرة دي هتتحرك في مجال ايه? الجاذبية الارضية. والجاذبية الارضية بنقول عليها بكام? بتسعة طبانية من عشر. يبقى ازا انا جبت العجلة من ايه? من كلمة ايه? غزفت. الى اعلى. طب انا مسك الكرة في ايديا وبعدين حدفتها. معنى كده ان الكرة وهي في ايديا. كانت سرعتها الابتدائية ايه? انا هبدأ احرك بقى كده. انا اللي هزق الكرة. انا اللي هدفع الكرة الفوق. يبقى السرعة الابتدائية اللي انا اشتغلت بها اللي هو طالبا مني دي. هي السرعة اللي انا قذفت بها الكرة الى ايه? الى اعلى. طب الكرة هتطلع الى اعلى ها هيحصل ايه هتطلع 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 وبعد كده ايه حتى توقف وتعود السقوط مرة اخرى الكلام ده في خلال كم سانية فاربع سواني الاربع سواني دول هتعمل العمليتين سوا هتصعد الى اعلى وترجع تاني لنفس النقطة يبقى هتطلع وتنزل يبقى الزمن الاستغرقته قد ايه الزمن الاستغرقته اربع سواني يبقى استغرقت سانيتين في الصعود وسانيتين في هنا تنزل لتحت وبالتالي فيه السقوط وبالتالي انا مش هتعامل مع الزمن على انه اربعة كلمة اربعة هي الحركة اللي عملتها سقط ارتفعت الى اعلى قذفت الى اعلى وسقطت مرة تانية في نفس النقطة يبقى رأيتي للمسألة هتريحني زي ايه حددتك لما بتقذف الايه بتقذف كرة كده مثلا لعب كرة البسكت بيزق الكرة او بيدفعها لفوق بسرعة تفضل تطلع لفوق وعكس الجاذبية الارضية وبإشارة سالبة تبسل لغاية فوق هتفضل تتحرك لغاية ما سرعتها تتحول لايه السرعة النهائية بتاعتها تبقى زير وهتبقى صفر بعدها مين اللي هيشدها لتحت عجلة الجاذبية الارضية فتبدأ تشدها لايه لتحت مرة اخرى يبقى قصف الجسم الى اعلى قصف القرة الى اعلى ومعودتها مرة تانية لنفس النقطة اللي بدأت منها حيتتحرك الى اعلى في فترة زمنية وترجع تاني في فترة زمنية تانية تعالوا الحين اللي بقى المسألة بعد ما في منها انا حطيت ال V نود اللي مطلوبة مني ال VF اللي هي بزيرو لانها لما هتطلع فوق سرعتها النهائية هتبقى بصفر لانها تتوقف وتعود النزول تحت تأثير الجاذبية الارضية العجلة اللي بيتحرك بها التسعة وتمانية من عشرة عرفتها منين دي وهي مش موجودة في المسألة عشان قال لي كلمة قذفت الزمن بتاعي هعوض عنه في اتنين لان الحركة الى اعلى باتنين والى اسفل تاني وخدت اتنين مرتين طب انا عايز اجيب ايه انا عايز اجيب V نود اعوض ابدأ اعوض يا ولاد عادي جيب صفر اجي ال V نود اجي العجلة سالب تسعة وتمانية من عشرة والزمن بي اتنين ابدأ اشتغل رياضة حودي ليه انا حطيت هنا السالب عشان لما اخد دوت وهودي الناحية التانية بعكس الاشارة يبقى موجب استحال الصرح هتبقى بالسالب الاشارة دي كده هضرب الاثنين في تسعة وتمانية من عشرة اللي هي تبقى بتسعة تاشر وستة من عشرة وهودي الناحية التانية فهغير الاشارة السالبة الى اشارة ايه الى اشارة موجب مسألة تاني عايزة شوي التفكير انزلق جسم على سطح املس فقطع مسافة قدرها تسعة متر في تلات سوين فما هو محسوبا من نقطة البداية التي تصل فيها سرعة الجسم لاربعة وعشرين متر لكل سنة المسألة قد تبدو في الاول وهودي سهلة وعليها قوانين ودرسناها لكن لما اجي اطلع المعلومات الجسم دوت اتحرك على سطح املس يعني ما فيش اي قوة احتكاك فقطع مسافة قدرها تسعة متر بقى انا طلعت المسافة تسعة في كام اجمال الفترة اللي قطع فيها المسافة التسعة متر بقيت لغاية ما السرعة تبقى اربعة وعشرين بقى بدأت اربعة وعشرين دي في السنية الاولى في التانية في التالتة انا عايز اعرف الزمن اللي هتستغرقه عشان توصل لسرعة اربعة وعشرين طب دعالوا كده يا ولد انا كمان فكرت في المسألة دي وعدت اقول ايه دي تتحل ازاي طلعت بياناتي المسافة بتسعة الزمن بتلاتة هو عايز الزمن لغاية اربعة وعشرين من تبقى الف باربعة وعشرين الفي نوت بصفر كل اللي انا هعمله هكتب القانون اللي فيه دي هبدأ اعوض على الرموز بتاعتي عادي خالص كأن المسألة فيها فكرة اه جديدة ولا ولا حاجة عوضت عن كل حاجة موجودة عندي التربية فحطتها بتسعة ومن هنا هقدر اطلع العجلة اللي بتحرك بيها اللي هي اتنين جبت العجلة هعوض في القانون الف بتساوي في نوت زي باي تي هبدأ احط برضو البيانات بتاعتي انا خلاص الفي ارف باربعة وعشرين الفي نوت بصفر واتنين فيه الزمن اللي هو يستغرق عشان يوصل للاربعة وعشرين هيطلع الزمن عندي باثناشر ثانية اذا انا يا ولاد كل الاسئلة اللي عندي انا عارفها جابتها في دماغي بس ممكن تكون مش واضحة شوي قراءتي للسؤال بتقالني ان شاء الله هيوصلني للنتجة والحل النهائي ما تستعجلش انت بتقرأ ورقة الاسئلة ورقة اسئلتي فيها اربع اسئلة هتحتوي على مسألتين او تلاتة اه ابدأ احل المسائل بتاعتي بالطريقة اللي احنا قلنا عليها اقرأها كويس طلع بياناتك حدد قانونك واوع تنسى القانون لانه علي نص درجة المسألة اي جزئية انا حاسس ان فيها صعوبة هقرأها مرة واثنين وتلاتة لغاية ما تثبت معي فطور كتيرة جدا للحفظ سواء كنت انا بقرر او بمتحن او بسمع لنفسي كل الحاجات دي احنا لو مشينا عليها خلال الفترة دي افتح الشباك يا ولاد الجو ساعة دلوقتي اقفل ينقص الاكتروجين في القودة دماغك تتقل توخم مش قادر تكمل معانا المذاكرة لا خلي هواق متجدد اهتم بالتغذية حط مكان معين تذكر فيه ابعد عن كل وسائل التشتت بتاعت الوسائل التواصل الاجتماعي معلش هما يومين بامتحانات كده ادي نفسك بريك نص ساعة او الساعة اللي انت هتشغل فيها اقفل تليفوناتك خالص عشان تقدر تركز وتحصل على المعلومة بسهولة ويسر جرب ده واستدقني اكيد في الاخر انت هتنجح واجيب درجات كويسة وياريت اللي يجرب حاجة كمان ويتنفعه يقول لنا اه هي ايه عشان نقدر كلنا نستفيد ساعدت باللقائي معاكم واتمنى لكم جميعا النجاح وعلى امل بلقاء يتجدد بكم دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة